ونستغفره ونتوب إليه وندعوه رافعين أكف الضراعة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليم مرشد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين الغر الميامين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها الإخوة المؤمنون إن الله تبارك وتعالى بحكمته خلق هذا الإنسان علمه البيان ويسر عليه القرآن وهداه بحكمته إلى ما فيه مصلحته في الدنيا والآخرة فقال جل من قائل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة الاستقامة هي الهداية والهداية تنقسم إلى قسمين هداية بالفطرة يشترك فيها الإنسان والحيوان يقول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى ويقول أيضا الذي أحسن كل شيء وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيهم وثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيهم الروح وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذ قليلا ما تشكرون الهداية قلنا تنقسم إلى قسمين هداية بالفطرة لا تستلزم الاختصاص ولا الاستفاء وهداية هي هداية اتباء واستفاء تقتضي تفضيل الله تبارك وتعالى للمهدي على غيره وتقتضي اصطفاء الله تبارك وتعالى لمن هداه على غيره ولذلك تجد في القرآن الله تبارك وتعالى حين يذكر الإنسان يقول وهديناه النجدين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ويقول فألهمها فجورها وتقوها طبعا الهداية الأولى هي الهداية الحسية المعنوية التي يتميز بها الإنسان على الجماد الإنسان يرى ويسمع ويتكلم ويتحرك ويختار بين البدائي في الوقت الذي الحيوان لا يختار إلا ما هو أمامه يسمع ويرى ويتحرك لكنه لا يستطيع أن يختار بين البدائي بل يتقيد بالدافع والوازع قد يجد ما يدعوه إلى إتيان شيء وقد يجد ما يمنعه من إتيان شيء هذه الهداية جعل الله لها أبوابا وهي الظاهرة كما قلنا فالإنسان يرى بعينه ويسمع بأذنه ويشم بأنفه ويدوق بلسانه ويحس الخشونة والليونة مثلا ويميز بين الحار والبارد في الأجسام هذا كله يشترك في كل الناس لكن الهداية التي نتحدث عنها هي حداية القلب حداية البصيرة هذه هي التي يتميز بها إنسان على إنسان فمثلا عندما يقول العارفون إن لله ولاية عامة وولاية خاصة يريدون بالولاية العامة تولي الله لخلق المخلوقات الله تولى خلق البشر الله تولى خلق الجمادات الله تولى خلق الحيوانات الله تولى خلق النبات الله تولى خلق الجن الله تولى خلق الملائكة الله تولى خلق الإنسان هذا الإنسان هو خاتمة سلسلة المكونات هذا الإنسان بعد أن هداه الله تبارك وتعالى بهدايته الظاهرة التي يستطيع أن يدفع عن نفسه بها المضار ويجلب إلى نفسه بها المنافع هداه هداية أخرى وهي التي بها صار خليفة لله في الأرض هذه الهداية هي التي أشرنا إليها بأنها الاستقامة هذه الهداية هي التي أشار إليها الحق تبارك وتعالى في القرآن قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاة ونسك وما حياة وما ماتها لله رب العالمين لا شريك له هذه الهداية التي هي الاستقامة يجب أن يمعن الإنسان نظره فيها الهداية الأولى في الحديث القدس يشير الحق إليها بقوله يا عبادي كلكم ظال إلا من حديته فاستهدوني أهدكم هذه الهداية تختلف عن الهداية الأولى الهداية الأولى فطرية وهذه أيضا عبارة ضلال المذكور هنا هو البقاء على الفطرة لأن الناس قبل أن يبعث الله فيهم الرسل وقبل أن ينزل الله فيهم الكتب هم مع العادات والتقاليد مع آبائهم وأجدادهم على الحق وعلى الباطل وهذه الحياة التي لا يقودها نبي مرسل ولا يهديها ويرشدها كتاب منزل هذه الحياة تعتبر ضلالا وهي أشار إليها الحق تبارك وتعالى في حق الأمة لكن مجسدة في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ووجدك ضالا فهدا أي وجدك بدون شريعة بدون حلال أي في أمة لا شريعة لها ولا حلال لها ولا حرام لها ولا شيء يهديها ويقربها إلى الله لا تميز بين الخالق والمخلوق ثم جئتهم بالحق فجهرت به بينهم فهديتهم إلى الصراط المستقيم إذن هذه الاستقامة يجب علينا أن نهتم بها ما هي الاستقامة؟ الإنسان قد يكون معوجا وقد يكون مستقيما إذا كان بعد أن هداه الله تبارك وتعالى الهداية الأولى بأن ولد على الفطرة ثم وجد نفسه مسلما ثم بلد يجب عليه أن يستثمر هذه الهداية بتقييدها بالوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه ورسوله ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قيد الإنسان نفسه بالوحي بأوامر الله ونواهيه أصبح مهدياً أصبح مهتد إلى محاب الله ومراضيه ومهدياً إلى ترك مكاره الله تبارك وتعالى ونواهيه هذه الحالة هي التي تسمى بالاستقامة والاستقامة إلى الصراط المستقيم معنى هذا أن الهداية الأولى وهي الهداية الظاهرة لمعرفة المنافع والمضار التي يتساوى فيها كل الناس فكل الناس يريدون الدنيا كل الناس يريدون المال كل الناس يريدون الأولاد كل الناس يريدون نعمة الصحة في الحياة كل الناس يريدون المل كل الناس يريدون الرفعة كل الناس يريدون الراحة كل الناس يريدون السعة كل الناس يريدون النصر كل هذا موجود في فطرة هذا الإنسان لا يتميز إنسان فيه على إنسان إلا بقدر الوعي والغفلة لكن الهداية الثانية لا يتساوى فيها الناس يتفاوتون فيها وهي ليست من كسب الإنسان إلا بقدر التزامه بأمر الله وهي مهمة بالنسبة لهذا الإنسان لأن الإنسان مهما تمسك بالدنيا فإنه يعلم في نفسه وفي قرارة نفسه أنه في يوم من الأيام يرحل عن هذه الدنيا ورحلته عن الدنيا إلى الآخرة هي اليقين الذي لا يعتريه الشك في كل حركاته لأن الموت يقين والموت حق ويقين لا يستطيع أن يتجاهله الإنسان أو ينكره مسلما كان أو كافرا ولذلك يقول الله تبارك وتعالى به الكريم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك الموت لأن الموت يقين هذه الهداية من عظمتها قال الله تبارك وتعالى ملقنا أمة نبيه صلى الله عليه وسلم الوسيلة التي يحصلون بها عليها ففي كل مرة من السبعة عشر مرات يتلو فيها ويقرأ المؤمن الفاتحة في الصلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم فكل مسلم يطلب من الله تبارك وتعالى وبتعليم الله أن يطلب من الله أن يثبته ويوفقه إلى سلوك الصراط المستقيم الصراط المستقيم هنا هو القرآن الصلاة الصراط المستقيم هنا هو الإسلام الصراط المستقيم هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الصراط المستقيم يعني المعنى المتكامل الذي اختاره الله للمسلم أن يكون سبيلا ومنهجا وطريقا ومسلك حياة هذا هو الصراط المستقيم إن قلت القرآن نعم هو الصراط المستقيم إن قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أن خلقه القرآن فهو الصراط المستقيم وإن قلت الإسلام فالإسلام هو ملة إبراهيم الحنيفية السمحة فهو الصراط المستقيم والله تبارك وتعالى بعد أن عرض أموراً كلكم تعرفونها في سورة الأنعام عرض أشياء هذه الأشياء تتمثل في التوحيد وبر الوالدين وعدم قتل النفس والعناية بالأولاد وإقامة العدل في القول والوزن والفعل والشهادة إلى غير ذلك قال وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك بصاكم به لعلكم تتقون هؤلاء الذين أمرهم الله تبارك وتعالى باتباع الصراط المستقيم في هذه الآية هم الذين قال فيهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخر الآية حين يقول فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه لكم المفلحون إذن هذا الصراط هو المنهج المتكامل الذي جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلم لا يكون مستقيماً إلا إذا وجد نفسه داخل هذا الصراط عبد الله بن بسعود وسيدنا جابر وعبد الله بن عباس وغيرهم ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن الرسول حين تلى هذه الآية خط خطاً مستقيماً ورسم إلى جانب هذا الخط خطوط موازية مشابهة ومخالفة فقال هذا هو الصراط المستقيم وهذه هي السبل التي من سلك فيها وجد عليها شيطاناً يقوده إلى نار جهنم إذن هذه السبل هي البدع هي المحدثات هي نظام الحياة المخالف لحياة رسول الله وحياة أصحابه رضوان الله عليهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتمع كل قائم على هدي القرآن المتمع كل قائم على هدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ومن معهم يقولون ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ويفعلون ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ويعتقدون ما اعتقد الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك حين أخبرهم بأن هناك فرقة تأتي في الأمة في آخر الزمان سأله النجاء قال ما أنا عليه يعني الفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي ليس بالضرورة أن تكون البدعة دينا أو عبادة البدعة تدخل في العادات كما تدخل في العبادات الرياء من البدع المعاصي كلها من البدع المخالفات كلها من البدع الكذب واتباع الهوى من البدع اتباع الشيطان من البدع الخوف من الناس حتى يصل هذا الخوف بالإنسان إلى ترك ما وجب عليه أو فعلي ما حرم عليه أيضا المعاصي كلها من البدع لأن المؤمن يجب أن يكون له مبدع يجب أن يكون قويا في دينه قويا في إيمانه قويا في قراراته قويا في كل ما يفعل وفي كل ما يدعى لذلك جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير معنى هذا أن المؤمن الذي يعلم أنه مؤمن يجب عليه أن يكون في فعله وفي تركه ناظلا إلى ربه لا يخاف أحدا إلا الله ولا تأخذه في الله لومة لائم ولا يكون المؤمن قويا في إيمانه حتى يعلم أن الله راقيبه أن الله يراه حيث كان لأن الله معك فإذا كان معك فهو يراك ويجب أن تخشى عقوبته لأنه قادر عليك فإذا كان الله تبارك وتعالى له القدرة الكاملة على كل شيء عليك فاخشه فاخش قدرته أن يسطو عليك أن ينزل عقوبته أو عذابه عليك إذا يجب عليك أن تتمسك وتلتزم خط العمل وخط الدعاء في تحسيل هذه الخصرة وهي هداية هذه الهداية هي هداية الأنبياء هي هداية الشهداء وهي هداية الصالحين ومن يطيع الله والرسول فأولئك إيه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله فإذا كان الفضل من الله فلا يطلب إلا من الله هنا يجب علينا أن ندرك أن الله أوجد الإنسان من حيث الخلق وكونه في أحسن تقويم الله خلق الإنسان في أحسن تقويم وقال في بياني هذا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك أو فعدلك إذن الله تبارك وتعالى خلق فسوا خلق الإنسان فسوا خلقته أعطاه السمع والبصر وأعطاه باقي الحواس وجعله عاقلا مدركا مميزا لما ينفعه وما يضره ثم أعطاه خصلة واحدة وهي الاحتيار بين البدائل بعد عرضها وتبينها له في قلبه إذن الإنسان فضله الله على الكثير لكن لابد من الوقوف بباب الله ودعوته ليتحقق كينونة هذا الإنسان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الإنسان دائما في خسر الله يقول والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء استسناهم استسناهم من الخسران أما منعد هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر غير هؤلاء فالكل في خسارة الكل في خسران ولذلك يجب علينا أن ندرك أن قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون بارك الله ليه ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الله يتوى الذكر الحكيم إنه تعالى جواب الكريم ملك ضر ويقص نعمته علينا بالإيمان والإسلام فإنه عظم نعمة ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له في ذاته وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والشك والتأثيم وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمد عبد الله ورسوله المنعوث بجميع المحامد والقلق العظيم المقصوص بكمال القربي التقديم أما بعد إن الله تبارك وتعالى أمرنا باتباع هذا الصراط المستقيم كما قال وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به والوصية والوصية دائما تكون هي في آخر الأمر في آخر الأمر فكل مؤمن بعد أن علمه الله ما ينفعه من دينه ولقنه أسس هذا الدين وصاه بالتزام هذا الصراط الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الصلاة هي صراط الله المستقيم أما السبل فتتمثل في ترك الصلاة والتهاون بها وإخراجها من وقتها إلى غير ذلك أو الاشتغال بما يلهي عنها كشرب الخمر والميسر لأن شرب الخمر شاربها منهي عن الاقتراب من الصلاة هذا يمنع الصلاة واستحلاله بدا كذلك القمار كذلك كل الألعاب التي يضيع بها الإنسان وقته فيترك الصلاة كذلك ما من عبادة شراءها الله إلا وتجد إلى جانبها مسلكا من مسالك الهوى والنفس والشيطان حتى لو لم يكن إلا الكسل والدعى وحب الراحة فهو أيضا من وسائل الشيطان التي يضر بها الناس الزواج إلى جانبه زنا الاستقامة إلى جانبها إعجاج الحق إلى جانبه باطل إلى غير ذلك القناعة إلى جانبها الطمأ الشجاعة إلى جانبها الخوف وكل هذه أمور تؤثر في إيمان العبد لذلك يجب علينا أن ندرك يقينا أن هذا الدين دين الإسلام هو صراط الله المستقيم ويجب أن يزداد المؤمن كل يوم في هذا الدين أن يزداد كل يوم حبا في هذا الدين وشدة تمسك بهذا الدين الرسول الكريم صلوات الله وسلام عليه يجسد هذا فيقول إذا سرتك حسناتك وسائتك سيئاتك فأنت مؤمن إذا فعلت الحسنة فسررت بها ووقعت في السيئة بدون قصد فحزنت من أجلها فأنت مؤمن غير المؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم شبهه بمن مر عليه الزباب ففعل بها هكذا لا يهتم لا يفرح لحسنة ولا يستاء لسيئة لأن هذا إنسان ما تقلبه ويمتظر سوء الخاتمة في حديث النواس بن سمعان عند الإمام أحمد وعند أبي زر رضي الله عنه والبيهق في شعب الإيمان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوراني فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخا وعلى باب الصراط داع يقول داع يدعو وفوق الصراط داع إذا أراد الإنسان أن يفتح بابا من تلك الأبواب يقول يا عبد الله ويحك لا تفتح إنك إن فتحته تلجه الصراط الصراط هو الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة هي محارم الله والداعي على باب الصراط القرآن الكريم والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم في هذا الحديث يوضح الرسول معنى الصراط المستقيم وهذا الصراط يخواني حتى في الآخرة هو الصراط لأنك إذا ثبت على هذا الصراط وأسرعت في الدخول فيه والمشي فيه يوم القيامة كنت أثبت على صراط القيامة وكنت أسرع من الصرعة نفسها في مداوس أو اجتياز ذلك الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر كما قالوا حكم الشريعة هكذا الشريعة هي أحد من السيف وأدق من الشعر لذلك احتجنا فيها إلى العلم والعلم الكثير احتجنا فيها أن نصحب العلماء ونسألهم حتى يوضحوا لنا ويميذوا لنا بين الحلال والحرام ولذلك أنزل الله الفرقان ليفرق به بين ما يقبله وبين ما يرده هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب لأمته بأمر من الله مثلا يوضح فيه المنهج الذي نسلقه ضرب الله مثلا صراطا مستقيم هذا صراط مستقيم وإلى جانبيه حدود أي حجب وموانع من الأخلاق التي تحول بين المؤمن والوقوع في الحدود والوقوع في المحرمات السوران عبارة عن الحدود التي نصبها الله للعبد ألا يتجاوزها ومن يتعدى حدود لله إيه فقد ظلم نفسه هذه الحدود تنقسم إلى قسمين قسم منها هي الحدود التي تعدى الإنسان ووصلها والقسم الأول هو الحدود الذي ينتهي ميل الإنسان إليها إذا مال مهما بالك لا يجاوز المكروه إلى الحرام ولا يجاوزه مثلا ولا يجاوز في الترك ترك المندوب والمستحب إلى ترك الواجب هذا حد كذلك في كل تصرفاته لابد أن يكون ماشي في وسط صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران هذين السورين أو هذان السوران فتح الله فيهم أبواب وهي الشهوات التي تحيط بالإنسان لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات هذه المكاره هي الصعوبة التي يلقاها الإنسان والشدة التي يحس بها الإنسان في أداء الواجب وفي الاستقام واتباع الصراط المستقيم أما الشهوات فحدث الأحرق فشهوات الناس كثيرة زين للناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الزهب والشط الخير المسومة والأنعام والحرص ذلك متاع الحياة الدنيا هذا جعل الله نصفه حلال إذا تناولته عن طريق الحلال والباقي حرام لأنك إذا تجاوزت الحدود وتناولته بدون إسم الله بدون إذن الله أصبح حراما فهذا الصراط فيه أبواب هذه الأبواب هي الحدود أو هي الزنوب الكبيرة التي أنت ممنوع من الوقوع فيها وجعل الله بينك وبينها سترا من الإيمان سترا من اليقين سترا من العفة سترا من الخوف من الله تبارك وتعالى والخشية من عذابه في الدنيا والآخرة ولم يترك هكذا بل جعل الله تبارك وتعالى بينك وبين هذه الأشياء التي تفعلها أي حتى الصراط الجيد الذي تفعله بينك وبينه القرآن القرآن يقول لك هذا صح وهذا دين وهذه شريعة وهذه عبادة فتعمل والقرآن يقول لك هذا حرام وهذا حلال وهذا طيب وهذا بطال فأنت تمتسل ومع كل هذا الله لم يترك هكذا بل جعل في قلبك واعظ كلما جئت وأنت مؤمن تفعل المعصية لا بد أن يطلب قلبك قال الإسم ما حاك في صدرك وكريت أن يطلع عليه الناس أليس كذلك الإسم هو الفعل الذي يلزم منه الزم المؤمن إذا كان مؤمن حقا وأراد أن يقع في المعصية لا بد أن يطلب قلبه لا بد أن يمتلع قلبه بالمعصية بالظلام فلا يستطيع أن يفرح بالمعصية ولا ينشرح صدره لها لذلك وضح لنا الرسول في هذا الإسم البر حاجة تانية والإسم ما حاك في صدرك وكريت أن يطلع عليه الناس فواعظ الله في قلبك هو أنك إذا أردت أن تفعل شيء لا بد أن يقول لك هذا حرام هذا ليس الكويس ولذلك تختفي فيه وتخفيه من الناس لأنه كان طيباً لا تختفي في فعله لا تختفي في فعله ولا تخفيه من الناس هذا هو واعظ الله في قلب المؤمن وهذا الواعظ هو الملهم الذي أشار الحق تبارك وتعالى إليه ونفس وما سواها فألهمها فألهمها فجورها وتقواها من هنا أيها الإخوة يجب علينا أن نحيي قلوبنا ونعمرها بهذه التوجيهات النبوية الشريفة حتى تستقيم أحوالنا وتتطهر نفوسنا وتتزكى وحتى نستطيع أن نعتمد على الله لأن الإنسان إذا كانت منه سابقة خير عند الله لا بد أن يعتمد على الله أما إذا كان بينك وبين الله خراب لا تجد شيئاً تعتمد عليه أو تستنل إليه أو تتشجع به لملاقات الله هنا تقول عائشة رضوان الله عليها من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه حين قال الرسول هكذا سألته عائشة يا رسول الله إن كان هذا فكلنا يكره الموت قالت ليس ذاكي قال ليس ذاكي إنما المؤمن حين يحتضر تعرض عليه نتائج أعماله الصالحة فيرى قبره روض من رياض الجنة مد البصر فيستعجل للقاء ربه فيفرح بربه فيفرح ربه به فيحب لقاء ربي فيحب الله تبارك وتعالى لقاءه أما الكافر أما المنافق أما المضيع فإنه طورت له نتائج أعماله حفرة مظلمة مملوئة بالحيات والعقارب يعلوها غضب الله تبارك وتعالى وحر جهنم ولهيبها حين يرى هذا الموقف المؤس يكره لقاء الله فيكره الله لقاء